توج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول موسمه الرائع بعد فوزه أمس بجائزة رابطة لعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعبين في الموسم المزيد عن هذا الموضوع في سياح التقرير التالي فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة رابطة لعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعبين في الموسم وجاء ذلك بعد أن تفوق صلاح حدف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا في السباق على كيفين دي بروين لعب وسط منشستر سيتي بطل الدوري وهاريكان مهاجم توتنام هوتسبير الذين احتل المركزين الثاني والثالث على الترتيب في تصويت اللاعبين وبذلك أصبح صلاح ثاني لعب عربي ينال الجائزة بعد الجزائري رياض محرزة الذي فاز بها عام 2016 بعدما قاد لستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه مساء الخير جميعا أنا سعيد وفخور جدا اليوم لترشيحي لهذه الجائزة حيث يتم التصويت فيها عن طريق اللاعبين منذ اليوم الأول الذي لعبت فيه في الدوري الإنجليزي أردت أن أكون ناجحا جدا وبعد فترة لعبي مع نادي تشيلسي أردت العودة مجددا لإثبات نفسي وتقديم الكرة الجميلة التي ألعبها اليوم أنا سعيد بالجائزة وفخور بزملائي أتمنى أن نكمل مشوارنا الجيد في دوري أبطال أوروبا وكان صلاح الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما الصيف الماضي قد سجل 41 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وقد نديه إلى قبل نهاء دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه فريقه الإيطالية السابق روما في لقاء الذهاب بعد غد الثلاثاء وتواج صلاح موسمه الرائع بحصده أيضا جائزة أفضل لعب إفريقي في يناير بعدما قد منتخب مصر إلى نهاي كأس الأمم الإفريقية 2017 ثم سهم في عودة بلاده لنهائية كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 ترجمة نانسي قنقر